هلو مي سيدانس هاو اليوم هاو اليوم هاو اليوم هاو اليوم هاو اليوم 30 ديسمبر 2020 بليس افتحوا الورق بيجيه 38 اليوم سوف نتحضر التحضير للكتابة اقرأ الكلمات انظر الى الصور استخدم الكلمات اللي في الصندوق يا ميس حتى نكمل التعليمات يعني التعليمات اللعبة 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 اللي هي ديسك سكتلز ديسك سكتلز هي القناة الخشبية اللي على الدسك على المقعد يعني هاي اللعبة يعني لعبة القناة الخشبية على المقعد ديسك سكتلز نسميها بدي أستخدم الكلمات الموجودة بالصندوق حتى إني نكمل التعليمات اللعبة الكلمات هي كاونت يعود كاونت يعود أو يجمع قوت يضع رايت يكتب ووتش يشاهد رول معناها يلف بس هون معناها يدحرج يدحرج الكرة رول يدحرج بيك أب يلتقد سكتلز قناني الخشبية ديسك مقعد نمبر رقم بول كرة نمبر ون زي ما إحنا شايفين بالصورة هون التعليم أو الخطوة الأولى يبوت ذا سكتلز ضع القناني الخشبية on the desk بوت ذا سكتلز on the desk ضع القناني الخشبية على المقعد نمبر تو رول ذا بول رول ذا بول يعني دحرج الكرة تورد ذا سكتلز دحرج الكرة باتجاه القناني الخشبية نمبر ثري watch the ball and the skittles يعني شاهد شاهد الكرة والقناني إيش حصل فيهم watch the ball and the skittles نمبر فور count اجمع أو عد the skittles laying down التي سقطت اجمع القناني التي سقطت نمبر فايف write the number on the board اكتب عددها على اللوح write the number اكتب الرقم on the board على اللوح نمبر سكس pick up the skittles يعني هلا التقط مرة أخرى القناني ورتبها على المقعد pick up the skittles نمبر سيفن آخر صورة the next player rolls the ball يعني اللاعب الثاني الثاني يدحرج الكرة rolls the ball يدحرج الكرة the winner الرابح the winner is the first player هو يكون اللاعب الأول with 20 points الرابح هو اللاعب الأول اللي جمع 20 نقطة now we will have page 39 composition practice التدريب على تركيب الجمل read اقرأ these children هدول أطفال are playing a game بلعبوا لعبة this is what they do ماذا يفعلوا هلا مننشوف هون خطوات يا مس اللعبة اللي بلعبوها هدول أطفال بعدين بدي أعمل يعني look and write the instruction بدي أعمل نفس الخطوات تقريبا دي أكتب الخطوات اللعبة they put a big box on the ground هم وضعوا صندوق كبير على الأرض they put a big box big box صندوق كبير on the ground على الأرض they draw a big circle round the box ورسموا دائرة كبيرة حول الصندوق they make paper balls وعملوا make يعني صنعوا paper balls كرات من الورق paper balls كرات من الورق زي ما إحنا شايفين they stand outside the circle هم وقفوا خارج الدائرة outside the circle خارج الدائرة وقفوا خارج الدائرة they throw the paper balls at the box ورموا الكرات الورقية داخل الصندوق they count the balls in the box جمعوا أو عدوا الكرات اللي موجودة داخل الصندوق then the winner is the first player with ten balls in the box يعني الرابح بيكون هو اللاعب الأول مع تجميع يعني مع عشر كرات في الصندوق now look طبعا ممكن حتى يميزوا أنه الرابح من خلال تلوين الكرات أتوقع أن كل واحد فيهم رح يكون لون معين الكرة تاعته حتى يبين نجمعه من أكتر واحد فيهم جمع كرات في الصندوق هلا exercise number two look and write the instructions انظر إلى انظر وكتب هذه وكتب التعليمات نفس اللعبة يامس بدي أكتب التعليمات إلها number one put the big box on the ground ضع صندوق كبير على الأرض number two draw a big circle أرسم يعني دائرة كبيرة around the box حول الصندوق بدك ترسم دائرة كبيرة number three make paper balls اعمل كرات ورقية من الورق لك تعمل كرات stand outside the circle وقف خارج الدائرة number five throw the paper balls at the box ارمي الكرات داخل الصندوق count the balls in the box اجمع اجمع الكرات الموجودة داخل الصندوق زي ما شايفين هون الولد هات بحكي I've got six balls in the box أنا يعني لدي ست كرات في الصندوق البنت هون I've got seven أنا لدي سبعة I've got ten أنا لدي عشرة I've got eight balls أنا لدي ثمانية you're the winner أنت الرابح طبعا اللي هو جمع ten اللي هي البنت هاي I've got ten هي الرابح هي جمعت عشر كرات المطلوبة مثل ان التمرين انه تتدربوا على كتابة الجمل لانه مهم للكتابة انك تركب جملة حاولوا انه انتوا بعد ما تحضروا الفيديو تكتبوا الجمل لحالكم يعطيكم الفعافية